السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض أول محاضرة في مقرر توجيه اللائحي والسلوكي معاكم دكتور أمل كداش استاذ راققين ووكيل الكلية لشؤون التعليم ناخد فكرة مبدئية عن المقرر بتاعنا وإيه هي الموضوعات اللي احنا هنبسها في مقرر توجيه اللائحي والسلوكي أول حاجة هنتكلم عنها هنتكلم عن الليحة بتاعتنا والمتحانات والجريدينج وكل ما هيتعلق بلايحة كلية السيدلة برنامج فارم دي هنتكلم عن قانون تنظيم الجامعات نبزة مختصرة جدا وهنتكلم عن من والأقصام الخاصة بيه والإدارة والبرامج اللي كلية بتبنحها بعد كده عندنا جزء خاص بالجودة كوالتي أشورانس والأكريديتيشن اللي هو الاعتماد هكلمنا عن الجزء ده دكتور مونة العصر بردو أستاذ العقاقير ورئيس قسم العقاقير هو مدير وحدة الجودة دكتور مونة العصر حدرس لنا بصفاتها مدير وحدة الجودة وأنا هدرس الجزء الخاص بيه بصفة الوكيل كلية لشؤون التعليم والطلاب بعد كده عندنا الجزء الأكيد من المقرر بيتكلم عن وبيتكلم عن وبيتكلم عن ومساق الأخلاقي والعقوبات اللي ممكن توقع على الطلاب في حالة المخالفات وهكذا ده مختصار شيء نتكلم عن رؤية ورثارة كلية السيدالة جامعة التمطل وإيه الفرق بين الرؤية والرسالة الرسالة هي دي اللي احنا بإذن الله هنحققها من خلالكم بعد ما هندرس مع بعض خمس سنوات دراسية أو عشر فصول دراسية بيبقى الرسالة بتاعتنا هي تخديج سيدالة زوج الكفاءة العالية والمهنية فيه ممارسة سواء السيدالة الإكلينيكية لبرنامج السيدالة الإكلينيكية ومهنة السيدالة بصفة عامة بالنسبة للبرنامج العام وده بيحصل من خلال ان احنا بنكسب الطلاب مهارات عملية وعلمية ومهنية وبحسية خلال دراساتهم السنوات المختلفة والفصول الدراسية المختلفة الخبارات دي طبعا بتأهلهم ان هما يقدموا خدمة متميزة فيه مجال الرعاية الصحية وفيه مجال السيدالة وطبعا برضو رسالتنا بالنسبة للسيدالة الكلينيك الفارماسيست ان احنا طبعا بنعمل تأكيد على دور في ان هو بيوصف العلاج الامثل للبيشنت او المريض وبيعمل ترشيد استخدام الادوية خاصة في المؤسسات الحكومية ويتجنب بالنسبة للادوية والاوبردوز او جرعات الزايدة والتدخلات دوائية وهكذا باذن الله هنتكلم عن الليحة الداخلية لكلية السيدالة بكاريوس السيدالة فاروميدي بنظام الساعات المعتمدة سواء السيدالة الكلينيكية او البرنامج العام ايه هي اهداف البرنامج بتاعنا? اهداف البرنامج بتاعنا ان احنا بنزود القدرة التنافسية لفريج كلية السيدالة جامعة الطنطة على المستوى الاخليمي او المحلي وده بيحصل طبعا من خلال ان الطالب بنزوده بالمعرفة والعلوم والمهارات التطبقية من خلال المقرارات اللي بيدرسها معنا خلال العشر فصول دراسية طبعا بنقدم للطلاب برنامج دراسي متميز من خلال المقرارات المتميزة اللي بيدرسها خلال الفصول الدراسية المختلفة وقرارات دي طبعا بتواكب التطورات العلمية والعالمية وطبعا الكلية بتطبق نظام ادارة الجودة والكلية حصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد من اهداف البرنامج ايضا تدريب الطالب على اساليب التعلم الذاتي وطبعا احنا حاليا بنستخدم نظام التعليم الهاجين اللي احنا بنخلط فيه ما بين التعليم face to face او وجها الوجه والتعليم اونلاين او عبر الانترنت او التعليم عن بعض طبعا دي بالنسبة فرصة بالنسبة لنا ان احنا نبدأ نتعلم التعليم الذاتي ونعتمد على نفسنا فيه ان احنا نفصل على المعلومة وان احنا يبقى فيه بنا وبنبع مناقشة ودسكاشن وان احنا نقدر نوصل للمعلومة ونستنتجها بنفسنا من اهل ده في البرنامج ايضا ان الصيدالي اللي بيتخرج بيتعلم بيعمل كمتعلم مدى الحياة بمعنى طبعا ان احنا بعد التخرج فيه عندنا واحدة متابعة الخرجين ودي بتقدم عدد من الدورات التدريبية للخرجين بيبقوا ابداتت بكل المعلومات الحديثة عن كل المجالات التي تخص مهنة الصيدالة والحقيقة بيجي عدد كبير جدا من خرجين والطلبة كمان على فكرة بيحضروا الدورات دي فبتكون طبعا مفيدة جدا ايضا من اهداف البرنامج الاستعانة بالبرامج العلمية الحديثة والمقرارات الالكترونية طبعا احنا بإذن الله حنعلمكم ازاي تدخلوا على بانك المعرفة وتقدروا تحصلوا على المراجع العلمية واحدث الأبحاث العالمية الكلية ايضا انتاجت عدد من المقرارات الالكترونية وان شاء الله احنا بصدد ان احنا ننتج عدد اكتر من المقرارات الالكترونية خاصة في ظل الظروف الحالية من جائحة كورونا وان احنا بنفعل التعليم عن بعض والتعليم الهاجين ايضا من اهداف البرنامج ان الطالب بياخد مهارات او بيكتسب مهارات مهنية تتعلق بمهنة السيدالة من خلال برامج تدريب الميداني اللي هي سنة الامتياز ودي بتبقى مدتها تسع شهور بنتدرب فيها في مجالات مختلفة تتعلق بمهنة السيدالة سواء مستشفيات او مراكز بحسية وشركات ادوية ومصانع ادوية وهكذا ايضا البرنامج الجديد اللي احنا بنطبقه بيتيح فرصة التخصص للسيدالي ما بيقاش دايما مفهومنا ان السيدالي غالبا بيخرج بيشتعل في سيدالية او عدد قليل جدا بيروح شركات ادوية وهكذا لأ احنا عندنا هكون في تخصص للسيدالة باذن الله طبعا سواء في مجال السيدالة الاكنيكية ده بالنسبة لبرنامج السيدالة الاكنيكية او بالنسبة للبرنامج العام برضو بيبقى في مجالات اخرى تبع مهنة السيدالة ممكن السيدالية تخصص فيها ممكن في شركات الادوية ممكن في مراكز بحسية وهي في السيداليات الاهلية ويعني تخصصات اخرى على حسب المشروع التخرج اللي الطالب بيقدمه وعلى حسب برضو فترات التدريب اللي الطالب انبي التدريب فيها خلال سنة الانتياز طبعا من اهداف البرنامج ان السيدالية لازم يكون ليه دور فعال في خدمة المجتمع وده هيبقى من خلال ترشيد استخدام الادوية في المستشفيات ان انا ممكن اشوف البديل الاقل سعرا طالما فيه نفس المادة الفعالة ممكن ان احنا مسلا نبدأ واحنا بنعمل الطالبيات بتاعنا نبقى واغذين بنا من الاسعار ومن بداء الادوية ومن المواد الفعالة طالما هي واحدة وهكذا برضو من اهداف البرنامج ان الطالب او الخريب بتاعنا المفروض يكون عنده مهارات التواصل الفعال والكتابة العلمية احنا عندنا مقرر بتدرسوه باذن الله في الفصل الدراسي الاول في المستوى الثاني يعني العامي القادم باذن الله اسمه scientific writing and communication اللي هو بالذات المهارات التواصل الفعال والكتابة العلمية طبعا بيكسبكوا مهارات ممتازة جدا جدا ازاي ان احنا نكتب تقرير او نكتب بحث خاصة ان احنا جاءت لنا فضلة الكورونا وكنا بنعمل ابحاث وبنرفعها على موقع او منصة الكلية او الجامعة فطبعا احنا الحقيقة يعني اظهر طلاب كلية الصيدلة يعني قبلوا بلاء حسنا في هذا المجال برغمهم الليحة القديمة ما كانتش تدرس المقرر اللي هو خاص بمهارات التواصل والكتابة العلمية ولكن دايما كنا بنعمل لهم اكتبتي وكنا بنعلمهم ازاي يكتبوا ريبورت وبنطلب منهم ابحاث يقدموها وانشطة وتكلفات خاصة بالمقرر اللي هما بيدرسوه فكانوا الطلاب يعني صعداء جدا وفعلا شفنا ابحاث واحنا بنصحح الابحاث ابحاث جميلة جدا ومتميزة من طلاب كلية الصيدلة نتكلم عن مواد الليحة بالنسبة لكلية الصيدلة اول مادة الدرجة العلمية اللي احنا بنفصل عليها ان شاء الله بعد خمس سنوات او عشر فصول دراسية مجلس جامعة الطنطة بيمنح درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي طبعا ده الدرجة الجديدة او البرنامج الجديد اللي احنا بنطبقه وانتو تعتبروا تاني سنة او تاني فرقة حتتخرج بإذن الله من الكلية بالنسبة لهذا البرنامج طبعا انا احنا بنيدي درجة او الكلية طبعا بين مجلس الكلية بيوصي بمنح الدرجة وبيعتمد مجلس الجامعة درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي برنامج عام او فارم دي ساعدالة اكتنين اكتنين المتة رقم اتنين من اللايحة بتتكلم عن الاقصام العلمية بالكلية والاكواد اللي هي خاصة بالاقصام العلمية احنا عندنا تمن اقصام علمية بالكلية نشوفهم مع بعض بنسبة الاقصام العلمية بالكلية اول قسم عندنا هنتكلم عن قسم الكيمياء الصيدلية فارماسيوتكال كيميستري قسم الكيمياء الصيدلية قسم الكيمياء الصيدلية قسم الكيمياء الصيدلية وقسم الكيمياء الصيدلية وقسم الكيمياء الصيدلية بيقعوا في الدور التاني من مبنى الكلية قسم الكيمياء الحيوية قسم الكيمياء الصيدلية بالنسبة لقسم الكيمة الحيوية موجود في الدور السادس قسم التكنولوجيا الصيدلية فارماسيوتكال تكنولوجي بي تي يقع أيضا في الدور السادس الإدارة ومكاتب الدكاترها وبرضو موجود عندنا المعامل بالدور الثالث المابلة الكلية قسم العقاقير فارماكوجنزي بي جي يقع بالدور الرابع بالكلية قسم المايكروبيولوجي فارماسيوتكال مايكروبيولوجي بي ام وده برضو يقع الدور الرابع بمملكة كلية قسم الأدوية والسمو فارماكولوجي ام توكسيكونوجي بي او وده يقع الدور الخامس بمملكة كلية قسم الصيدلة الكلينيكية كلينيكال فارماسي نستكمل مع بعض مواد الليحة المدنة رقم ثلاثة تتعلق بمدة من نظام الدراسة مدة الدراسة عشان نحصل على بكريووس الصيدلة فارمادي سواء صيدلة كلينيكية او برنامج عام هي خمس سنوات دراسية جامعية او عشد فصول دراسية بمعنى عشد فصول دراسية عامل اقل وباذن الله يكونوا عشد فصول وليس اكثر ويه سنة الانتياز اللي هي السنة التدريبية اللي هي خمسة زائد واحد اللي هي السنة رقم ستة في الدراسة بتاعنا ولكن دي بيبقى عبارة عن تدريب في مواقع العمل التي تتعلق بمهنة الصيدلة نظام الدراسة بالبرنامج هو نظام او الساعات المعتمدة مدة رقم اربعة بالليحة تتعلق بشروط الكبول بالبرنامج الكلية بتقبل الطلاب بالبرنامج اللي هم حاصلين على السنوية العامة سواء المصرية او الشهادات المعدلة وده بيبقى عن طريق مكتب التنسيق طبقاً للقواعد التي بيحددها المجلس الاعلى من الجامعية يجوز للجنة التنفيذية كبول طلبات تحويل الطلاب ان هم مقايدين باحدة الكليات السيدلة بالجامعات المصرية الاخرى او الجامعات الاجنبية ده بيبقى بشرط ان الطالب يكون مستوفي للمتطلبات الخاصة بالكبول بالكلية اللي هي بتبقى عن طريق مكتب التنسيق لو الطالب درس بعض المقررات قبل ما يحول لكلية السيدلة جامع التنطا بنبدأ نعاجل المقررات ونشوف ايه المقررات المطبقة للليحة بتاع الكليات السيدلة جامع التنطا ويه المقررات الغير متطبقة وبناء عليه يتم التحويل ونقدر بقول ان الطالب مثلا تم اعفاءه من مقررات معينة وعليه دراسة المقررات الاخرى التي هي بتبقى غير متطبقة ايه هي اللجنة التنفيذية؟ اللجنة التنفيذية دي هي اللجنة المسؤولة عن شؤون طلاب درنامج السيدلة الاكليميكية بتتكون من ممين اللجنة التنفيذية بتتكون من عميدة كلية وكيلة كلية لشؤون التعليم والطلاب منصة برنامج السيدلة الاكليميكية المرشد الاكاديمي او رئيس الارشاد الاكاديمي بالنسبة للطلاب لجميع الفرق مدير واحدة الكودة وممثلين من الاسدزة بالاقصام المختلفة طيب بالنسبة لبرنامج العام اللجنة التنفيذية دي بتبقى مكانها بيحل محلها مجلس الكلية يتكون مجلس الكلية من مين عميد الكلية وكلاء الكلية السلاسة وكيل الكلية شؤون تعليم والطلاب وكيل الكلية للدراسات العليا ووكيل الكلية من شؤون البيئة وخدمة المجتمع بالاضافة الى رؤساء الاقصام العلمية 8 اقصام العلمية رؤساء الاقصام العلمية موجودين 8 رؤساء الاقصام بالاضافة الى احد المدرسين يابتا عن جميع المدرسين بالكلية مدرسين يعني المدرس هو عضو هيئة التدريس الذي حصل على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى أحد الأساتذة المساعدين نيابة عن جميع الأساتذة المساعدين بالكلية والأستاذ المساعد هو عضو هيئة التدريس الذي تم تركياته إلى درجة الأستاذ المساعد بالإضافة إلى بعض الأطراف المجتمعية زي مدير بعض الشركات الأدوية أو مدير بعض المستشويات التي يتم التدريب الطلاب فيها دول طبعا بنستند الى رأيهم وبنحتاج مشروطهم في الامور التي تتعلق بالطلاب وبالتدريب وهكذا وفي سوق العمل وكبه يبقى احنا كده عرفنا اللجنة التنفيذية التي تهتم بشؤون او المسؤولة عن شؤون طلاب برنامج الصيدالة الاكلينيكية ومبلس الكلية وهو بيبقى مسؤول عن كل الامور التي تتعلق بالكلية بما فيها طلاب برنامج باكاريوس الصيدالة اوهو البرنامج العين طيب بالنسبة للجنة التنفيذية التي تتعلق بشؤون الامور بالشؤون طلاب بالنسبة للطلاب الصيدالة الاكلينيكية او برنامج الصيدالة الاكلينيكية توافق عليها اللجنة العليا لادارة البرنامج ما هي اللجنة العليا اللجنة العليا اللي هي في الجامعة تتكون من رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة عميد الكلية منصة البرنامج ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب يعني احنا من الكلية بيحضر في اللجنة العليا عميد الكلية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب منصد برنامج الصيدلاء الكلينيكية بالاضافة الى طبعا رئيس الجامعة ونوابه المدى الرقم خمسة من اللايحة تتعلق بمدة الفصل الدراسي مدة الفصل الدراسي في اللايحة عندنا عبارة عن سبعة عشر اسبوع موزعة على ان اول اسبوع بنتركه للتسجيل الطلاب للمقرارات اللي هي الخاصة بالفصل الدراسي الحالي فترة الدراسة مدتها اربعة عشر اسبوع وبعد كده عندنا فترة الامتحانات مدتها اسبوعين وغالبا بتبقى تلت اسابيع ممكن بناخد من الاربع عشر اسبوع بناخد اسبوع لشان فترة الامتحانات تكون كافية بالنسبة للطلاب يجوز لللجنة العالية اللي هي في الجامعة اللي احنا اتفقنا التكوين بتاعها عبارة عن مين لإدارة البرنامج ده بالنسبة للبرنامج الصيدلاء الكلينيكية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية او مجلس الكلية بالنسبة لطلاب البرنامج العام يجوز ان احنا نوافق على فتح فصل دراسي صنيفي بدوته سبع اسابيع من الدراسة المكسفة بميدي محاضرتين في الاسبوع بدل محاضرة واحدة وبرضو نفس الشيء بالنسبة للحصص العملية ويسمح للطالب ان هو يسجل في مقرر او اكثر على حسب حالة الطالب وحد اقصى عشر ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفي مادة رقم ستة من اللي حتتكلم عن الساعة المعتمدة ما هي الساعة المعتمدة الساعة المعتمدة هي واحدة تياس دراسية تعادل ساعة دراسية اسبوعية نظرية او درسا عمليا لا تقل مدته عن ساعتين كل اسبوع تدرس على المدى vاصل دراسي واحد خلينا ناخد اجامبということ مع بعض او مثال انا Rubik عندي مثلا مادة النباتات التببية احنا مرىدها ساعتين اسبوعيا بالنسبة للمحاضرة الساعتين المحاضرة بنحسبوهم بساعتين معتمدة يعني المحاضرة يعني اتينе يعادل اتين ساعة معتمدة طيب ت Brenda سктيل عملي بتدي اسمادة نباتات تببية لمدة ساعتين عملي كل سبوع ساعتين العملي يعادلوا ساعة معتمدة واحدة معنى كده ان total hours بالنسبة للمادة المقرر للنباتات التطبيع هو 3 credit hours 3 ساعات معتمدة عندي ساعتين المحاضرة بيحسبوا ساعتين زي ما هم ساعتين العامل بنحسبهم ساعة واحدة معتمدة وبالتالي يبقى عندي total credit hours بالنسبة للمقرر عندي 3 ساعات وخياسا عليه نقدر نيز بقية المقررات الأخرى وطبعا ده يدرس اسبوعيا على مدار الفصل الدراسي طيب نشوف المادة اللي بعد كده عندي بالنسبة للغة الدراسة لغة الدراسة طبعا هي اللغة الانجليزية فيما عادة بعد المقررات بنقول عليها NP non professional او المقررات غير المهنية زي مين المقررات الغير مهنية او NP او non professional عشان هتلاقوا الكود NP ده فعندي في المقررات اللي احنا بنجلسها موجود وحنلاقيه برضو في الامتحانات النهاية بيقى مكتوب كود المقرر نبقى احنا فاهمين كود المقرر جيد زي او جي منين انا عندي اربع مقررات غير مهنية وبنقول عليهم متطلبات الجامعة ايه هي المقررات دي او المقرر نقول توجيه اللقيح والسلوك اللي احنا بنجلسه مع بعض المقرر التاني عندي information technology عالما ان التوجيه اللي احوى السلوك المقرر بدون عملي هي ساعة واحدة محاضرة يعني one credit hour لكن بالنسبة للمقرر ال IT information technology عبارة عن اتنين ساعة معتمدة ليه اتنين ساعة معتمدة المحاضرة ساعة واحدة بالنسبة لل IT او information technology والعملي ساعتين بنحسبهم بساعة واحدة يبقى total number بالنسبة لcredit hour في مقرر information technology عبارة عن اتنين ساعة معتمدة طيب ايه هو المقرر التالت اللي احنا هندرسه هو ال NP او المقررات غير مهنية حقوق الانسان وده ساعة معتمدة واحدة لان المحاضرة عبارة عن ساعة واحدة والمقرر ليس له عملي طيب كده تلت مقررات ايه هو المقرر الرابع المقرر الرابع هندرسه دي سانة جاية بازن الله اسمه اللي هو scientific writing and communication مهارات التواصل والكتابة العلمية المقرر ده total credit hour بالنسبينه ساعتين لان المحاضرة ساعة والعمل ساعتين العمل ساعتين بنحسبهم بساعة معتمدة يبقى ساعة معتمدة عملي وساعة المحاضرة يبقى two hour وبالتالي لما نيجي نعد عدد الساعات المعتمدة بالنسبة للمقررات غير المهنية اللي موجودة عندي اللي ححليهم ست ساعات معتمدة بالنسبة للاربع مقررات طيب نشوف مادة رقم تمانية فتكلم عن المتطلب السابق او البريريكويست وده شيء مهم ان احنا نعرفه مع بعض ايه هو المتطلب السابق انا لما اجي ادرس مقرر يتعين علي ان انا اكون عندي فكرة عن مقرر تاني قبل منه عشان اقدر ادرس المقرر ندي المثال التاني اقول النباتات التربية احنا بندرس على فصل دراسي اول الفصل دراسي التاني بندرس مادة اسمها او مقرر اسمه عققير واحد انا ما اقدرش ادرس عققير واحد في الفصل الدراسي التاني باذن الله بالنسبة لكم كنتم كان بستوي اول غير ما اكون اكتست بالفعل او نجحت فيه المقرر اللي هو النباتات التربية لان لازم اكون فهم ايه هي الاساس عندي والمعلومات اللي موجودة في هذا المقرر عشان اقدر اكمل المقرر اللي بعده ان هو عققير نفس الشيء عندي مقرر كيمياء تحليلية صيدلية واحد ده احنا بندرسه في الفصل الدراسي الاول ان هو الفصل الدراسي الدراسي الحالي هنيجي الفصل الدراسي التاني باذن الله واحنا بنسجل هلاقي عندي مقرر اسمه كيمياء تحليلية صيدلية اتنين يبقى أنا لازم أكون نجحة في مقرر كيمياء تحليلية صدلية واحد قبل مدرس مقرر كيمياء تحليلية صدلية اثنين وهكذا طيب نتكلم عن مادة رقم 9 التي تتعلق بمتطلبات التحرك متطلبات التحرك على شيء نحصل على درجة باكرويوس الصدلة فارمي دي سواء صدلة إكلينيكية أو برنامج عام هي عام نحو التالي طبعا بالنسبة للبرنامج العام بتبقى عدد الساعات مختلفة وحن يعني حنبلغها وحنكون مكتوبة ان شاء الله بالنسبة للمحاضرات واحنا بنصورها حنوضح حلقة ده المثال بالنسبة للساعات دي بالنسبة للبرنامج الصدلة الإكلينيكية وحكون فيه بعض الاختلافات بالنسبة للبرنامج العام أول حاجة دراسة وكياس 73 مقرر دراسي بإجمالي 181 ساعة معتمدة منهم 65 مقرر ده إجبالي متطلب الكلية بواقع 176 ساعة معتمدة وعندي أربع مقررات متطلبات الجمعة بواقع ست ساعات معتمدة اللي احنا تكلمنا عنهم من شوية اللي هم مين؟ توجيه لإحسلوكي تكنولوجيا معلومات حقوق إنسان مهارات التواصل والكتابة العلمية دول أربع مقررات بست ساعات معتمدة اللي احنا تكلمنا عنهم من شوية وعندي أربع مقررات اختيارية اللي هو الالكتف كورسس وهنتكلم عنهم بعد شوية برضو إن شاء الله يمكن المحاضرة الجاية دول بواقع 8 ساعات معتمدة طيب يبقى أنا متطلبات التخرج إن أنا لازم أكون درست ونجحت في متطلبات الكلية الإجبارية والمقررات الاختيارية ومتطلبات الجمعة أكون خلصتهم على ألا يقل المعدل الترقومي بتاعي اللي هو الجي بي اي عن اتنين وبعد شوية هنتكلم عن الجي بي اي والاتنين دي هتبقى جاية إزاي وهكذا طيب في اي تاني بالنسبة لمتطلبات التخرج عندي اكتياز فطلة التدريب الصيفي بواقع 100 ساعة فعلية وده التدريب بيبقى محدد بالنسبة لبرنامج الصيدالة الإتنينيكية أو البرنامج العام بعد المستوى الثالث والرابع بنقول التدريب بيمشي زي في المستشفيات والصيداليات الأهلية وهكذا عندي اكتياز السنة التدريبية اللي هي سنة الامتياز اللي احنا فيها بنتدرب على مدار 9 شهور دراسية طبعا احنا بنتدرب التدريب ده بيبقى في مجال الفارماسي براكتس عمتن ومجال الصيدالة الإتنينيكية فيه اماكن مختلفة من شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مراكز بحسية أو مستشفيات وهكذا بالاضافة ان فيه مشروع بنعمله ان شاء الله وإحنا في السنة النهائية اللي هي السنة التدريبية على حسب كل قسم ما احنا بنختاره بنبدأ نعمل البروجيكت أو مشروع التخرج نتكلم عن العيب الدراسي العيب الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة اللي احنا بنسجلها في كل فصل دراسي المفروض ان احنا نراعي ان العيب الدراسي ما يقلش عن 12 ساعة في الفصل دراسي الأول أو التاني الفصل دراسي الأول اللي بنور عليه الفصل دراسي الخريفي أو الربيعي اللي هو الفصل دراسي التاني وبرده ما يزيدش اللجنة الدراسي عن 20 ساعة معتمدة يما هو بيتراوح تقريبا من 17 إلى 20 ساعة معتمدة ده بالنسبة للجنة الدراسي اللي هي عدد الساعات المعتمدة اللي احنا بندرسها في كل فصل الدراسي طيب بالنسبة لفصل الصيفي زي ما احنا اتفقنا حد أقصر على دي الساعات هم 10 ساعات معتمدة يجوز للجنة العلية لإدارة البرنامج ده بالنسبة لبرنامج الصدالة الإكليميكية بناء على اتراح اللجنة التنفيذية برضو بالنسبة لبرنامج الصدالة الإكليميكية ده بالنسبة لبرنامج العام ده بيبقى عبارة عن مجلس الكلية واللجنة العلية دي بتبقى عبارة عن مجلس الجامعة يجوز ليه هذه اللجان والمجالس السمح للطالب في آخر فصلين دراسيين يعني لما نيجي بقى بعد ما نخلص المستوى الرابع آخر فصلين دراسيين قبل التخرج ان احنا نزود العبء الدراسي عن الحد الأقصى لو كان الطالب محتاج ذلك في حدود عدد ثلاث ساعة معتمدة وده بيستفيد منه الطالب مرة واحدة بس يبقى احنا ناخد بالنا انت بقدر نزود العبء الدراسي في آخر فصلين دراسيين قبل التخرج وبنحصل عليهم او بنستفيد منهم مرة واحدة فقط بالنسبة للطالب المتعثر ان هو جيب ايه بتاع أقل من 2 جاي بدرجات او سكور قليل ده المفروض ان احنا ما نزودش العبء الدراسي وهو بيسجل المقررات عن 12 ساعة معتمدة يعني لو هو مسلا مقدر الله كان رسب في مادة او مادتين في الفصل الدراسي الصابق فهو في الحالة ده واللي جيب ايه بتاعه اتأثر ففي الحالة دي ما نقدرش نسجل له اكتر من 12 ساعة معتمدة ده بالنسبة للطالب المتعثر اللي هو جيب ايه بتاعه او السكور او الدرجات بتاعته بتكون قليلة شوية ان هو جيب ايه بيقل عن اتنين وهنتكلم دلوقتي عن جيب ايه بعد شوية ازاي بنحسبه واللي تسكور بتاعه اتنين من كام وهكذا يجوز لللجنة العلية سمح للطالب المتعثر او من المجلس الكلية خلال الفصل الصيفي ان هو يدرس ان احنا نزود له الدراسي بتاعه بحيس ان هو لا يتجاوز عن ساعتين ما يزودش عن ساعتين يعني بدل ما كان بياخد عشر ساعة معتمدة في الفصل الصيفي ممكن نزود له ساعتين لو الطالب متعثر ومحتاج ان احنا نفتح له فصل دراسي سيفي او فصل دراسي تالك خلال العام الدراسي اللي هو الفصل الصيفي في الحالة دي ممكن نزود له عن العدد المتاح ليه بالنسبة للساعات او المسموح ليه بالنسبة لساعات التسجيل ساعتين اتنين ساعة معتمدة نتكلم عن الاشياج الاكاديمي مادة رقم 11 المفروض كل مجموعة من الطلاب لها مرشد اكاديمي من اعضاء هيئة التدريس او الهيئة المعاونة بيقوم بمساعدة الطالب ان هو يسجل المقررات اللي هو المفروض حيدرسها خلال الفصل الدراسي اللي هو الحالي وبيكون برضو المرشد الاكاديمي مسؤول ان هو يحل للطالب اي مشاكل تتعلق بدراسته الجامعية او حياته الجامعية او اي مشاكل تتعلق بحياته في الكلية او في الجامعة طبعا الدور الاساسي للمرشد الاكاديمي ان هو بيساعد الطلاب ان هم يسجلوا ويحددوا لعب الدراسي الخاصلي بالنسبة للفصل الدراسي الحالي كل الطلبة بتسجل كل المقررات اللي عليها احنا عندنا 18 ساعة معتمدة كلنا بتسجل 18 ساعة معتمدة ليه لان احنا ما عندناش او متطلب صابق وبالتالي كلنا بنسجل عدد الساعات ان هو الحد الاقصى للعب الدراسي بالنسبة لنا ان هو 18 ساعة معتمدة الا لو كان عندي بعض الطلاب عندهم مثلا مشاكل في السفر المشاكل الصحية عندهم ظروف معينة مش هيقدروا ان هم يسجلوا كل المواد ممكن في الحالة دي ان هو بمساعدة المرشد الاكاديمي يقللوا عدد الساعات ان هم حيسجلوه لكن طبعا ما بتقلش عن 12 ساعة زي ما التفاهم المادة رقم 12 بتتكلم عن التسجيل في المقررات انا عندي نموذج المفروض ان احنا بنلاه وبنكتب فيه في اوقات محددة اللي هو الاسبوع الاول من الدراسة ببدأ اسجل فيه المقررات اللي انا عايزة ادرسها خلال هذا الفصل الدراسة احنا الفصل الدراسة الحالي ده لأول مرة بنفتح التسجيل الالكتروني ويمكن علشان كده يمكن حصل تأخير شوية اسبوع لان الجامعة في الـ MIS اللي هو الـ Management Information System هي اللي بتبدأ بتدخل الداتا بيس بتاعك واسماء الطلاب والمقررات عشان نبدأ بنعمل عملية التسجيل الالكتروني المفروض الطالب اللي هو اخر عن التسجيل عن بالنسبة للأوقات المحددة للتسجيل واحنا مبدأيا من المفروض التسجيل بيكون الاسبوع الاول من الدراسة وممكن حاليا بنفتحها لمدة 15 يوم تجاوزا من الكلية علشان الطالب اللي عندها اي ظروف في مشكلة دفع للمصروفات وهكذا تقدر ان هي تحدد اتجاهاتها في ان هي تسجل المقررات الخاصة به لو حصل تأخير عن الاسبوعين دول وفيه عند عزر قهري لازم بنقدمه للجنة التنفيذية ويتوافق عليه اللجنة العنية في الجامعة ان هو الطالب ده اتأخر في التسجيل بالنظر من ظروف معينة على ان الفترة التأجيل دي المفروض ما تزدش عن اسبوع من نهاية فترة التسجيل يعني اقصانة في خلال تلت اسابيع من الدراسة بنكون مسجلين ده في حالة لو الطالب عنده عزر طبعا كل طالب بيقوم بتسجيل المقررات التي يرغب ان هو يدرسها بمساعدة المرشد الاكاديمي زي ما اتفقنا ولكن عندي شرط اساسي ان الطالب عشان يسجل المقررات يكون نجح في البريريكويست بالنسبة ان احنا كاول فصل دينا في الكلية ما عنديش برييريكويست وبنسجل كل المقررات هنيجي لفصل دراسي التاني بازن الله لقدر الله اللي منجحش مسا في مادة كيمياء عضوية واحد مش هيقدر يسجل مادة كيمياء عضوية اتنين وهكذا طيب في عندي يجوز المجلس الكلية في حالات الضرورة القصوى ان هو يسمح للطالب بتسجيل بعض المقررات بالتوازي بالتوازي يعني حيدرس المقرر زائد المتطلب الصادق في نفس الفصل الدراسي ده طبعا بعد موافقة مجلس الكلية بالتوازي مع المتطلب التي لم يكتاز هذا الطالب بنجاح اللي هو منجحش فيه المتطلب الصادق ده امتى اذا قل العب الدراسي المتاح من الطالب عن 12 ساعة معتملة يعني الطالب عندي جاي يسجل لفصل الدراسي التاني بازن الله ومش قادرين نسجله حتى مش قادرين نوصل في التسجيل بتاعه ل 12 ساعة معتملة ليه المشكلة دي لان هو في بعض المقررات ما نجحش فيها الفصل الدراسي الصادق ممكن نسمح له ان هو سجيلهم بالتوازي تمام بس على شرط من الطالب ده ما يكونش الطالب متعثر الجيب ايه بتاعه يكون كويس بس هو عنده مشكلة مشكلة ما في احد المقررات رصب فيها ما قدرش ينجح فيها ولكن تجيب ايه بتاعه كويس معقول ما هواش متعثر ولو مسجلش المتطلب مع المقرر اللي هو حيدرسه مع بعض بالتوازي في الحالة دي حلقل عدد الساعة عن 12 ساعة معتملة في الحالة دي مع المرشد الاكاديمي بيقدر يصحح له المصار بتاعه ونقدر نسمح له ان هو يسجل المقررين مع بعض بالتوازي لو هو عدد الساعات اللي هيسجلها اقل من 12 ساعة طيب بالنسبة للحسف والانسحال بعد التسجيل بنسيب اسبوع للحسف والانسحال والاضافة ان هو ممكن حد بعد ما سجل مقرر عايز يحزفه ظروفه بالسام حيدرسه بتلمنا وعايز يحطه مقرر تاني اخافي منه او العكس فعلى حسب كل طالب بعد ما بيسجل ممكن يحزف مقرر بعد ما سجله او يضيف مقرر بس طبعا حيدوف مقرر بحيث ان هو ما يزيدش عن الحد الاقصى لعدد الساعات المتاحة ليه في هذا الفصل الدراسي فاحنا ممكن نسمح او اللي هبتعنا لها تسمح بالحسف والاضافة على حسب زرور كل طالب بعد التسجيل باسبوع الاسبوع التالي للتسجيل وبشرطه نتكلم على المادة رقم 14 التي تتعلق بالموازمة في الدراسة والانتحان طبعا احنا عندنا احنا كل ايه عملية لازم نحضر كل المحاضرات النظرية ودروس العملية في موعدها وحلقات النقاش يسمح لنا بالجياب بنسبة بحيث ان النسبة دي ما تزيدش عن 25% يعني لازم احضر 75% من اجمالي عدد الساعات المعتمدة ليه في الفصل الدراسي عشان يسمح لي بدخول الانتحان النهائي وإلا لن يسمح بدخول الانتحان النهائي يبقى انا عندي الحدول لازم احضر على الاقل بنسبة 75% وإلا سيتم الحرمان من دخول الانتحان النهائي المادة دي جالي تعديل المادة ويجالنا بالفعل قرار مجلس جامعة بتعديل ان احنا زودنا في المادة دي ان احنا بنسمح بنظام التعليم الهاجين ما هو التعليم الهاجين التعليم الهاجين ان هو التعليم الذي يجمع بين التعليم وجهن لوجه فيس تو فيس زي ما بندخل معاكم كده المحاضرات وبنشرح زائد التعليم عن بعض يبقى انا عندي زي ما احنا كده بنقسم الطلاب مجموعة بتيجي تحضر اسبوع الاول والمجموعة التانية بتسمع المحاضرة اونلاين اسبوع التاني المجموعة التانية تيجي تحضر فيس تو فيس والمجموعة اللي هي المفروض مش معايا في المدرد دي بتشوف المحاضرة اونلاين وهكذا فده اسبوع تعليم الهاجين ان انا بدرس جزء وجهن لوجه وجوز اونلاين والمفروض على ان احنا ككلية عملية التدريس اللي هو وجهن لوجه او فيس تو فيس ده بيبقى من ستين لسبعين في المين في حين الانلاين بيبقى من تلاتين لاربيعين في المين ايه تاني كمان حصل تعديل بالنسبة للمده دي في اللي حصل تعديل قاله ان احنا ممكن نسمح بالامتحانات الالكترونية في بعض المقررات او احد المقررات او جزء من المقرر يبقى احنا نتوقع ممكن يبقى يعقد بعض الامتحانات الالكترونيا وطبعا حنفهمك ازاي الالكترونيا عن طريق الانترمليتو بيبقى فيه برامج معينة او سوفتوير معينة او بتيجو الجامعة عن طريق جسد الكمبيوتر وهكذا او ان احنا ممكن التعليم عندنا يكون تعليم هاجين واحنا بالفعل خلاص بدأنا وجميع كليات الكمهورية كلنا بنطبق نظام التعليم الهاجين وهو ان انا عندي جزء بنيجي نحضر فيس توفيس وجزء بنسمعه اونلاين زي ما احنا دلوقتي كده بنسجل مع بعض المحاضرة اونلاين طيب بالنسبة للطالب اللي هو لم ينتظم فيه الحضور معانا سواء في المحاضرات الوظرية او في الحساس العملية بنبدأ نبعد انذارات في 3 انذارات خلال الفصل الدراسي لو كانت نسبة غياب 15% بنبعده انذار لو وصلت لـ 25% بنبعد انذار تالي لو وصلت لـ 25% بنبعد انذار تالي وده حرمان من دخول الانتحان لو زاد عن 25% طبعا اللجنة العليا من حقنية تحرم الطالب من التقدم للانتحان التحريري النهائي لو تجاوزت نسبة غياب هذا الطالب عام من 25% اللي هي النسبة المحددة عندي في الليحة ولازم الطالب لو هو حيغيب اكتر من 25% لو عنده عزر بيقدمه ولازم العزر ده تيتم قبوله من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا او من مجلس الكلية بالنسبة للبرنامج العام طبعا الطالب يجب عليه ان هو يقدم الانتحانات التحريرية النهائية في المعايد المقرر على الحسب جدول الانتحانات ولو حصل ان الطالب تغيب عن احد الانتحانات لازم ان هو يقدم عزر قبل نهاية الانتحانات والعزر ده لابد ان هو يكون مقبول من قبل اللجنة التنفيذية واللجنة العليا او من قبل مجلس الكلية يبقى الطالب اللي حيغيب بدون عزر بيعتبر راسب اللي حيغيب بعزر حيعتبر برضو راسب ولكن العامل القادم او الفصل دراسي اللي بعد يدخل المقرر ده حيحتفظ بالتأديل بتاعه ولكن الطالب لو غاد بدون عزر بيجي بعد كده يعتبر انها اتحسبت عليه مرة وبالتالي بيبدأ يتخفض التأدير بتاع الطالب للحد الادنى اللي هو المقبول بعد كده نتكلم عن مادة 15 هي تتعلق بنظام التقييم والامتحانات والدرجات الدرجة النهائية لكل مقرر من مجموعة بيحنا بندرسه بتبقى مقصمة الى درجات اعمال السنة درجات اعمال السنة دي بتبقى عبارة عن انتحانات العملية انتحانات الشفاهية ودي دايما بتوعقر مع الانتحانات التحريرية النهائية وعندي انتحانات الفصلية العمال الفصلية اللي هي انتحانات الدورية اللي هي بنقول عليها الميت تيرم او منتصف الفصل الدراسي بنبدأ نمتحن بعض الانتحانات اعمال السنة بنقول عليها انتحانات دورية علشان ينجح في اي مقرر لازم اكون حصلت على 60% على الاقل من مجموع درجات هذا المقرر بعد ما باجه مع درجة العملي ودرجة اعمال السنة اللي هو الانتحانات الدورية ودرجة الشفوي لازم احصل على 60% على الاقل ولكن بشرط ان درجة التحريري اللي هي بتمثل في معظم مقرراتنا 50% من الدرجة يعني احنا عندنا المقررات ال total point فيها او الدرجات النهائية لكل مقرر مية درجة المقررات اللي لها عملي ولها متر لها انتحانات دورية طبعا احنا عندنا في الليحة مقسم عندنا في الجداول بتقول لنا في الجداول كل مقرر فيه متر ودرجته قد ايه والعملي درجته كام والشافة ودرجته من كام والتحريري من كام وهكذا فانا عندي التحريري مثلا لو حنقول مادة زي الليباتات الطبية او كمياء التحليلية واحد عندي دلوقتي مقسمة الى العملي والشفوي والدوري تحانات الدورية دول عليهم 50% من المقرر التحريري 50% لو احنا ما حصلناش 50% دول يعادلوا 50 درجة لو احنا ما حصلناش على 30% من 50 درجة يعتبر طالب ضعيف جدا راسب لائحة بمعنى هو لو حصل على اقل من 30% من 50 درجة طول مقرر بتاعي معنى كده ان احنا مش هنجمع له بقية اعمال السنة هو ممكن يكون هو 50% دي 30% من 50 درجة كم درجة؟ 15 درجة تمام؟ يبقى الطالب لازم يكون جايب 15 من 50 في التحرير عشان نقدر نجمع له درجات العملي ودرجات الدوري ودرجات الشفعي طيب ايفه الطالب جايب مثلا 13 من 50؟ ولكن كان جايب الدرجات النهائية في امتحان الدوري والدرجات النهائية في امتحان العملي والدرجات النهائية في امتحان الشفعي بحيث إحنا لو جمعنا له الدرجات دي كلها هجيب الستين في المية مش ممكن ينجح لا مش ممكن ينجح حتى لو درجاته عدت الستين في المية ولكن كان جايب أقل من تلاتين في المية من تحاني التحريري في المقرر في الحالة دي هنقول راصب ليحة ضعيف جدا ما نش هنجمع له الدرجات يبقى لازم أهم شيء أكون حصلة على تلاتين في المية على الأقل من درجة التحريري لكل مقرر علشان نبدأ نجمع باية درجات أعمال السنة ونشوف التأدير النهائي للمقرر حيبقى قدي إيه نشوف مع بعض نظام التحرير للمقررات ودرجات النقاط بنحسبها الزائي والنسبة المقوية للمقرر والتأدير عندي أنا أجيب إيه بتاعي عدد النقاط بتاعي التوتل لكل مقرر خمسة الطالب اللي جايب تسين في المية أو أكتر من تسين في المية التأدير بتاعه حيبقى إيه بلاس والتأدير النهائي ممتاز الطالب اللي جايب من خمسة الثمانين في المية لأقل من تسين في المية ده عدد النقاط بتاعه حتى تراوح من أربعة بوينت فايف إلى فايف بالنسبة لعدد النقاط أو اللي بنقول عليها الجيب إيه الجيب إيه اللي هي جريد بوينت أفر اللي هو مجموعة نقاط الدرجات بالنسبة للمقرر وده والجيب إيه اللي بنتكلم عنه في نظام الساعات المعتمدة بس طيب لو هو جاي من خمسة وتمانين في المية في المقرر لأقل من تسين في المية تأدير بتاعه حنقول عليه إيه ليس إيه بلس إيه وبرضو حنقول عليه ممتاز طيب لو أنا جايبة ستة وتمانين في المية هنا عدد النقاط حتبقى كان في المقرر حتبقى أربعة وستة من عشرة يعني أنا بزود واحد من عشرة فعدد النقاط مقابل واحد في المية بالنسبة للمقرر طيب لو أنا جايبة سبعة وتمانين في المية حاجة هنا يبقى أربعة وسبعة من عشرة يبقى كل واحد في المية بزوده بزود هنا اقصاده بوينت وان او واحد من عشر تمام كده هنا بقى بنوصل لحد اا تقدير الاف وان شاء الله كلنا ما نجيبش اف خالص معناها راصد معناها ان الطالب حصل على اقل من ستين في المية ومعناها ان نجيب ايه اقل من اتنين وهنا بقول الطالب متعسر طبعا اللي بتكلم عن اتنين بتكلم عنه الاتنين دي في التوتال الكورس كلها المعدل الفصلي مش معدل المكرر لو المعدل الفصلي بتاع المقررات كلها جمعناها وطلع اقل من اتنين بقول عليه طالب متعسر ولازم نبدأ اكاديميا يتواصل مع المشجد الاكاديمي نشوف ايه سبب التعصر بتاعه وفي الحالة دي حيسجل عدد ساعات اقل لما نيجي نسجل في بداية الفصل الدراسي علشان ما يبقاش متعسر ويقدر يخلص كل الاعباء اللي عليه طيب نيجي نشوف كده حساب المعدل الفصلي للطالب اللي هو جيب ايه جريب بوينت ابرش زي ما اتفقنا او المعدل الفصلي للطالب بنحساب ازاي؟ بنقسم مجموعة نقاط كافة المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الواحد يابق انا عندي في الفصل الدراسي الحالي مثلا عندنا تسع مقررات في منهم مقررات ساعتين وفي منهم مقررات ساعة وفي منهم مقررات تلات ساعات محتمدة وهكذا بنجمع مع بعض او بنجمع عدد نقاط لكل مقرر من التسع مقررات وبنقسمهم على اجمالي الساعات المعتمدة اللي الطالب ام بتسجيلها في هذا الفصل الدراسي اللي هو عدنا الفصل الدراسي الحالي كم ساعة؟ 18 ساعة ده بيديني في الاخر ايه بالنسبة للطالب قد ايه؟ جاب تلاتة اربعة جاب خمسة جاب اتنين اقل من اتنين وهكذا الطالب المتعسر هو اللي يجيب اقل من اتنين وطبعا الطالب اللي هو بق بيجيب الخمسة والاربعة في الامتياز والجاي جدا طبعا ده بيبقى كويس جدا وبيسجل الحد الاقصى للساعات اللي هي الخاصة بالفصل الدراسي حنقف لغاية النهاردة بالنسبة للمحاضرة ان شاء الله وحنكمل المحاضرة الجاية شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق ان شاء الله وكل سنة وانتوا طالبين ان شاء الله عام دراسي موافق وفصل دراسي موافق باذن الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم